بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل شرح منهج المساحة وهنبتدي في شابطة الرقم 5 وشابطة الرقم 5 يتكلم عن حاجة بنسميها المساحة باللغة العربية المساحة بالبصلة لما نيجي للمساحة بالبصلة المقصود بالمساحة بالبصلة إن أنا بحدد اتجاه الخط اللي اسمه A-B ولما باجي أحدد اتجاه الخط A-B بحدده relative لخط ثابت وخط الشمال هو الخط الوحيد اللي ثابت عندي فيه المساحة وبالتالي الزاوية المقاصة في اتجاه عرب الساعة بداية من خط الشمال إلى الضلع هذه الزاوية تسمى البيرنج ومعنى كلمة البيرنج باللغة العربية معناها الانحراف طيب اللي هيئس للانحراف ده هو حاجة بنسميها البصلة أو الكامبس فيه نوعين من الكامبس فيه سيرفيور كامبس وفيه بريزماتيك كامبس لو جينا للبريزماتيك كامبس زي ما هو موجود قدامي هنا التأسيمة أو التركيبة الأساسية لها عبارة عن علبة من المعدن اللي هو الفريم الخارجي دوت كده داخله إبرة مغناطسية اللي هي بالطول دوت الجزء دوت بيفرغ من الهوى تماما عشان ما يقصرش على اتجاه الإبرة المغناطسية ديت عبارة عن سن مدبب بيثبت عليه الإبرة المغناطسية ديت عشان تبع حرة الحركة فيه ألوز هنا عشان يثبت البوصلة ديت فيه التريبود الحاجة التانية فيه عبارة عن منشور سلاسي هنا عشان يجيب لي الصورة للإراية اللي هنا أقدر أشوفها من الشباك دوت فده منشور عبارة عن مجموعة من العدسات بتنقلي الصورة هنا دو two filters للأشعة واحد بيبقى لونه أخضر والتاني بيبقى لونه أحمر الفلتر ديت عشان الأشعة بتاع الشمس فيه هنا مراية عشان تكسيف الأشعة إذا كانت الأشعة ضعيفة شوية ده التركيب الأساسي للبرزماتيك كامبس أو البوصلة المنشورية زي ما بيقولون